ازدحام المرور كبير في معبر سبتة جراء عطلة عيد الأضحى يتوقع أن يشهد معبر باب سبتة الحدودي في الساعات المقبلة ازدحاما من طرف أفراد الجالية المغربية المقيبة في أوروبا والذين فضلوا العودة إلى المغرب عبر سبتة من أجل قضاء عيد الأضحى مع عائلتهم في المغرب يوم غدين الأحد وبحسب وسائل إعلام محلية فإن السلطات في مدينة سبتة المحتلة في حالة استنفار لتجنب الازدحام على مستوى المعبر قبل عيد الأضحى وذلك منذ أول أمس الخميس ويعد معبر سبتة مغريا بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بسبب التكلفة المنخفضة للتنقل المتماشية مع قدراتهم وإمكاناتهم عكس باق الموانئ ذات التكلفة الباهدة ويتوقع أن تتكرر صورة طوابير الطويلة وساعات الانتظار نهاية هذا الأسبوع بسبب عطلة العيد بساحة لومكو المينار المحاذية لمعبر سبتة والمخصصة لربن السيارات التي تفتقد إلى مرافق لبيع الأطعمة على الرغم من أن حكومة سبتة في محاولة للتخفيف من ظروف المسافرين تقوم بتوزيع المياه إضافة إلى تركيب المزيد من دورات المياه في لومكو المينار والميناء بعد الشكاوي وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية دخلت ما يقرم عن 1650 مركبة غير مقيمة إلى ساحة لومكو المينار المحاذية لمعبر سبتة والمخصصة لركن السيارات في سبتة المحتلة وبعد المعاناة التي عاشها أفراد الجالية المغربية المقيمون بأوروبا بمعبر سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية شهدت ساحة سبتة تراجعا ملحوظا فيما يتعلق بولوج أفراد الجالية المغربية وذلك منذ بداية الأسبوع الجاري وبدت ساحة لومكو المينار بداية الأسبوع الجاري جبف فارقة وهي التي كانت ممتلئة عن غيرها بما آت السيارات نهاية الأسبوع بعد اضطرار أفراد الجالية المغربية إلى الانتظار من أجل العبور لساعات طويلة أحيانا تزيد عن 9 ساعات في ظروف وصفت بالصعبة وغير إنسانية وفضل عدد من الجالية المغربية تغيير الوجه من محطة العبور من باب سبتة المحتلة إلى ميناء الطنجة ما ساهم في تقليل ازدحام ساحة سبتة وقبل أيام اشتكت الجالية المغربية من سوء تنظيم عملية العبور في سبتة حيث اضطر المغاربة إلى البقاء تحت لهيب الشمس الحارقة لتفترة الانتظار إلى حين استكمال الإجراءات الجمركية مع العلم أن الأسر العائدة تضم أطفالا ونساء ومسنين لا يستطيعون تحمل هذه المعاناة قبل الخروج لا تنسى لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد